يا صباح الخير ازايكم يا رب تكونوا كلكم بقال في خير فيديو النهاردة الهاجس بسعة الفاشن على تيك توك هو تيك توك ده قص الخراب كله فهي هنجرب النهاردة الحيل اللي بيعملوها اللي خاصة بالملابس علشان نشوف هل هي هتنفع ولا بيشتغلون علشان لو بتحبي نوعات الفيديوهات دي علشان اكتر لك منها كده اعمل لك ولو بتحبي اش اعمل لك لايك سابسكرايب ده انا مش عملا سابسكرايب يا فعالي الجرش دوسي على علامة الجرش اش فيصلك كل فيديوهات الجديدة ويلا نجرب عشان فيه تقطيع بلانتير وفيه حاجات كتير الناردة هتبسك يلا بينا طيب اول هيك لفتت نظري قوي ليه بقى هي بتقولك بدل ما تبقي عايزة تبيني الحلقة اللي مبينوه من هنا ده وتقومي حطه في ودنك والبندانة الدايك وكده هيع شعلقته في البندانة فتعالوا نشعلقه في البندانة ونشوف هين فغلاء هم دول اللي حلت الحياة فاكرر بحاجة منهم وني لم يجردت وش قلت بخلص ولا لا لأ لون مخالف عشان يبينوه اه 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 ومبقى ايه جايب البندانة كده ومش علاقة في مكان الودن كده انخرم البندانات انتم شايفين المربع فيه حاجة مخيراني اول من الصبح والله العظيم المربع المفوضة فيه مربع كده على الشاشة بيبيني ايه ايه الفوكس علي وشي فهو عمالي يجيب نحية الجزم فهل انت شايف الجزم وش ولا مش عارف ايه حلوة قوي دي اللي هو مش حاسة انه حاجة ندائية بقى في ودني وقاعدة متوترة بقى وكده الهاكل اللي بعدها الاخت اللي بعد كده بتقولك بدل ما تقومين كالكا عايزة روبوتي يشميزه وتقومين كالكا كده وتقومين كالكا كده في بعضه لا فيه طريقة تعمليه عشان الروبوط يبقى شكله حلو او الربط يبقى شكلها كيوت انا الجزم و بتقولك بدلش كده و كده و كده اللي احنا متعاوزين عليها دي الاحية لانه بعملها كالكا زيين اللي سأتقومين بقى بتقولك كم انتلستان شكلها كده عمالتها ازاي عمالتها كده بقى اصلا الاخليكيز بقى في حتة تدخر منها الجزء اللي تحت امام ام 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 اخلطها بقى ام اخلطها كده كده ام ادخلت اول رتة اي شعلقتها في الجزء اللي فأدها كيف احفظها ؟ مدخلة دي هنا سهولة فبقيت كده شايفين يا لهوة نقصيرة كده بإمكانكم تاني فستهرا استنى ركزوا معي عملت كده مدخلت دي هنا كده فبقى في ايه مدخلت فيها كده ومنشده ايه الاثنين فقد عملت كده مدر ما احنا ايه من كلكعها كده تاني هاك نفات اللي بعده الهاك اللي بعدها بتقولك لو انتي عايزة تقصري حاجة مش لازي نسيتكم اندخلاها جوى المنطلول كلكعي نفسي كنت ممكن تحليها بالكوك كده عاستك كده مين هعمل كده هقوم جايبة ايه من هنا يا بات وقوم لما من هنا وقوم عاملة كده او بايس يعني الحاجات دي اوكي انا ببقى شايتها بس بعض اقول لو جيت عاملها حاسة ان هي هتكالكع بدي اكتر و هتبقى فاكسانة بعد ايه تبقى لطيفة جدا مش فاكسانة عن حاجة ده عشان لو حابت قصري حاجة من حاجات طويلة تخليها كده فكرة كميلة هايل اللي بعد اللي بعد كده بتقول لك ازاي تعملي الطرحة تعمليها بلوزة كده تلبسيها كزة شكلية هي عاملة لوقين ربط 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 اللي عايز تركيز عشان مصرعين الفيديو و انا كده هاطل بالراحة حاببتي بالراحة بالراحة يلا بينا اول حاجة ازيل ترحل السودة هاي طبعا هي اي لون من السودة اول حاجة هنجيب الطرطفتين من هنا نربطه طبعا ايه ربطتين عشان ما تفكش هنجيب الطرطفة من الناحة التانية الطرطفتين ونربطه بعد كده جابتها كده ها نلبس دي هنا طبعا ترحصوا غيرها شوية يلي ويه يلي كده المنظر بقى من وره عامل ازاي المنظر من وره مفيش يعني هي هتلقى كده فاهمين انتو مش هتعرفوا تشوفوا من اللون الغامن كي لبستلكوا بودي فاتح عشان تقدروا تشوفوا فاكرين البودي ده كمينشي لانكو تلبسهاك في حفلة المليون بوز ليه بقى عشان يوصلت في الغسلة بس لقيت ايه؟ لقيت الوش بتاعه سليم والكومين بس والظهر اللضاب قلت خليه كده ألوس عليه كردجان ويستغل هجبها كده ها بعدين نقوم لبسها به هلا كمان هي عالوها بتقليب طرحه اكبر عشان تلزلت مع هنوضاء اكبر امانة خميطة وطر مع هنوضاء اكبر كده الظهر بقى هنما رجع نشوف الشكل من وره يبقى من الزيت طبعا نضر يعني اكيد ليهم حاجه يداروها مثلا ايه يعني لذيذة اه ما تنسوش تكتبوا ليه بقى انتوا رأيوكم مش حاسها يعني ديت ومن الظهر كده مش عارف مش حاسها اول نجرب تاني واحد تاني حركة ايه عاملاها انا تطرحها كده عشان تطرحها كده عشان تطرحها ايه كده تطرحها كده وربطتها كده وربطتها على وسطها واضح ان انا لسا عايزة اخسي كمال شوية وبعدين جابت الديلين دول رواطته اوكي كده هنقع عندنا كده هكذا تلفاها بس اني حاجه غرق ها اوكي مهي استنى جمعه اوووو اوه ايه حسن لا معرك شكل الده الحلو المهم عندي دائما ان الشكل التطرح ويده ممكن ان تج� Anne الفرح صغيرة ايه هوبا ايه يعني دانيا maksa ايه هى حسن لauen سوف تغب مني بعد كيف تعملي ستايلينج مختلف للبليزر هذه جابت الكمل بطريقة غريبة قوي هذا سيجعله شكل البليزر غريب تعالوا نجربه جابت الكمل بتاع البليزر قليده كده جابت الكمل بليزر كده وحطت حزانه موسيقى غريب غريب جدا ولكن اعرف اذا انت محبت الحاجات الغريبة لن تربسيهوش هنا لان اعتقد ان اربستينا لان ارهاب اللي انت عملي ده ولكن يعني لازيز حركة مجنونة اذا انت تحبت الافتكاسات والحركات المجنونة فمجنون تصدقه ممكن انا بفوتس عشان كده لا اعجبتني الفكر لان احبت الجنين تعالوا نجرب اللي بعدها اللي بعدها هي لابسة البليزر عايف جدا اوكي اعنص كده وربط الحزام عادي كده يعني ما بفهش افتكاسة يمشي كده في امام والجزء طلع كده عادي ده مدخل اخر واحدة والحزام معمول عارفة عبدو المحتاس انا عبدو المحتاس انا عبدو المحتاس منزلك كل اوكي وانا اوش هادرافها ادخلها ازاي بس هي عملت حاجة كده ادخلت دي كده اكيد مش بالمعجنة اللي انا عمليها دي بس هي عملت حركة كده يعني اوكي هتبقى حلوة بس انا عايز عارفة ادخلتها ازاي لا اكيد مش كده جماعة وضلم عفانة خليتهم سيستروا اجبنا يعني اجبنا خلاص يا جماعة لها كل بعد الهاج بقى دي اللي انا سبتها لالاخر فيه بانطلون هيروح فيها دي بقى بتقولك ايه ان انتي ممكن من بانطلون الجنس تعملي جاكت كل هتحتاجيه مقص تقطع 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 اذا انا قررت اضحي ده نظرا لان بقى وسعناك جده عشان خسيت نظرا لان ومش مركة ولا شيء ولا برند من هنا فا ايه اضحي دي يالله بيه مايبو انا ملمستكش اسمه يوم مرتين ولا حاجت ياله اوكي اللي انا هعمله ان انا حطيت البانطلون كده ومسويته باسم الله ومفروض ان انا قم ايه وقته كده 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 وجابه الكرف ايه يجب انا نحق غلط بك لا يأتي بيه ايه devices جديده ايه اله اه ايه ايه ان اوقت اللي انا نفعل كده ايه 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 اوه 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 طبعا الحفة اللي تضربت كيف من هنا زي حس ان انا قصته غلط ولا متهيق ليه كيف يكبروش مظبوط بغض النظر من البنت واخدامين اول حد بهنا انا وسعت الفتحة قوي مفتنين هتبقى فتحة الرقبة بعد كده هيعملت من هنا كده عشان ايه تديره منظر يعني حسن هنا هتفاجئ و هتصدر وهيزعي القوي قوي قوي جاهزين يلا القونيس جاهزين جاهزين للجريمة اللي احنا عملناها مفروض انه يتلبس كده ده كوم ده كوم التاني ما يظهرش مفروض ان يا فتحة ترقبة انا فتحت فتحة يعني غريبة اصلا كده ايدي فرتة كريمة اصلا كده ايدي فرتة اصلا كده ايدي فتحة جاهزين اللي اخوف قمت بوضله حراكة جامدة بس انا اصلا كده اصلا ككده اصلا كده اصلا كده اصلاك التخيل لو كانت مقفولة كده كده سيبقى الجاكت كده فقالي فكرة جامدة لو في بانطران عندك عايزة تعمله عالي التدوير بصورة بخط الجيل بقيت الجيل فوق لو في حاجة عايزة تعملها عادة التدوير حركة جامدة بس انا اللي ايه دي يسرح نحن علاقة الشراشين دي مش لطيفة الشراشين دي مش لطيفة خلص ممكن يتلبس كده فامان و ايه هلو غطة في الموضوع و بس كده تدري والله تعت والله خلصنا الفيديو بتاع النهاردة اكتر هاك عجبتني او اكتر حاكتين عجبوني اللي هم بأول اتنين الحلق علشان هما تدريجوا وقت انطلية تعمليه كل شوية في البندانة كده و بتاع تلتوك علشان فيه حاجات كثيرة عندي بابقى عايزة اقصرها شوية لو هلبسها مثلا على سكرت او كده فدور اكتر حاجتين حبتهم و محسيتهم عمليين و لايقين مع طبيعة لبسي الباقيين لو انتي بتحب الافتكاسات والحاجات الغريبة فامان اللي هم بفرقش معك ان حد يقول اه اللي هي لبسها ده حاجات الثانية انطرقعة كده و مجنونة و بس كده ده الفيديو بالنهاردة اكتبوا لي اي اكتر هاك عجبتكو و اي اكتر هاك عارفينها او ايه اللي هاك اللي كنتوا عارفينها و بتستخدموها و بتعملوها في لبسوكو و بس كده وعملوا لايك للفيديو و سابسكرايب لقناة هنكت عشان تعرفوا او و حركة البنطلون عجبتني ان انا عملها جاكت بس انا اللي قصتها الطريقة غريبة و حاتيت الشراشين و بس كده شكرا و بديوك ديوك ديوك باريوك